نبقى في الموضوع العراقي وآخر تطورات بمعركة طلعفر بعد الوقوف على آخر مستجدات الميدانيات مع مراسلنا حسام الأحبابي نتحدث أكثر مع اللواء ركن المتقاعد ماجد القيسي مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عن داعش ووضعه هناك مساء الخير أهلا بك معنا سيادة اللواء بداية القوات العراقية معها قلب طلعفر هي بقبضة الجيش وضع داعش بمعركة طلعفر هل ثمت ما فجأكم إذا ما قرناه بوضعه كيف كان بالموصل؟ الحقيقة هي مفاجأة لأنه المعركة كانت سريعة واستطاعت القوات العراقية خلال سبعة أيام من تحرير كامل قضاء طلعفر البالغ مساحة تقبني عشرين كيلو متر بأحياء ثلاثين الدروس المستنبطة من معركة الموصل استطاعت أن تستفاد منها القوات العراقية واستطاعت تلافي وتجاوز السلبيات في معركة طلعفر وتطوير الإيجابيات ومفاجأة تنظيم داعش في طلعفر واندفعت بزخم شديد وقوة داخل القضاء واعتمدت استراتيجية وتكتيكات مغايرة تقريباً عن معركة الموصل حيث كان هناك من ستة لسبعة محاور تحيط بالمدينة توسيع لرقعة المعركة التنوع في القطاعات بين قطاعات مدرعة وآلية إلى قطاعات نخبة استطاعت تأمين الوصول إلى محيط تلعفر خلال 48 ساعة بعد أن كان التنظيم يراهن على عرقلة تقدم القوات العراقية من خلال خطوط الصد الخارجية التي كانت خارج بدينة تلعفر باتجاه المحلبية باتجاه جنوب تلعفر ولكن استطاعت القوات العراقية من تجاوز خطوط الصد هذه والتخطي واعتماد سياسة التخطي وترك معالجة مقاوماته للقوات المعقبة ووصلت إلى محيط تلعفر مما أربكت التنظيم وجعلته ينسحب إلى داخل المدينة نعم نعم طيب الخمسة بالمئة تحدثتك عن قضاء تلعفر نتحدث اليوم عن تقريبا خمسة بالمئة متبقية من القضاء لم تستعدها بعض القوات العراقية ما الذي يمكن أن يجعلها صعبة هذه المساحة المتبقية لا لو أخذنا أنه القضاء القضاء هو كمدينة تلعفر بالكامل تم رفع العلم على القلعة وكان هناك فقط حي العسكري والحي العسكري والصناعة الشمالية وستطعت القوات من تحريرها ولكن اليوم القوات تندفع باتجاه العياضية والعياضية هي ناحية تابعة إلى قضاء تلعفر والعياضية مساحتها داعش كيلو متر ويتواجد بها من خمسمائة إلى سبعمائة عنصر من تنظيم داعش الذين انسحبوا من قضاء تلعفر اليوم الحديث يدور سيدتي حول العياضية وليس حول تلعفر تلعفر الموضوع حسم عسكريا بالنسبة للقوات العراقية واستعادت المدينة خلال هذه الفترة القصيرة وهناك عمليات الآن تجري باتجاه العياضية من خلال فرقتين فرقة الخامسة عشر والفرقة السادسة عشر فرقة السادسة عشر باتجاه الشرق استطاعت استعادة أربعة قرى محيطة بالعياضية والفرقة الخامسة عشر من جهة الغرب أيضا استطاعت أن استعادت قريتيا من قرى العياضية منطقة العياضية منطقة قريبة إلى تلعفر وتعتبر امتتاج جغرافي لمدينة تلعفر نعم في كمان مراسلنا تحدث عن موضوع تحدث عن موضوع استسلام لمقاتلين محليين عدد منهم بالمنطقة بالشرق تلعفر كيف تتابعون هذا الموضوع وبالتالي ماذا يقول لنا عن وضع داعش وهل فعلا نتحدث عن انتهاء حلمه اليوم في العراق نعم وانتهى التواجد العسكري سيدتي له وليس القضاء عليه وجودية كتنظيم انتهى وجودها العسكري في محافظة نينوى بالكامل باستعادة تلعفر هناك انهيارات كبيرة في صفوف هذا التنظيم خصوصا بين الأجانب والمحليين ولهذا قيام بعض المحليين من عناصر تنظيم داعش بالاستسلام للقوات العراقية بعد ان السيدة العبادي اعلن خيارات تجاه هؤلاء عما ان يقتلوا وعما ان يقوموا بالاستسلام للقوات العراقية ففضلوا الاستسلام للقوات العراقية واعلنت نجة الامن والدفاع يوم امس بان هناك ايضا اسرى من تنظيم داعش من جنسيات اجنبية من جمهوريات اسيا الوسطى بعض الجنسيات العربية ولكن المحليين القسم استسلام والقسم قتل وقسم الاخر فر باتجاه العياضية او فر باتجاه الجزيرة عبر الوديان والمسالك الذين يعرفونها لانهم هؤلاء من سكان المنطقة ويفهمون جغرافية المنطقة ولهذا تنظيم داعش انهار تنظيم داعش انتهك وجود العسكري في محافظة نينوا بالكامل وتلعفر هي اخر هذه المعاقل سوى هناك فقط العياضية والعياضية هي عبارة عن ناحية صغيرة وعندها سنقوم بالاعلام بانه هنينوا قد تم تحريرها وتأتي الصفحة التالية وهي الاتجاه باتجاه الحدود لتأمين الحدود وتأمين المحافظة ومنع تسلل تنظيم داعش من ساحة عمليات السورية باتجاه العراق وهناك صفحات اخرى ايضا للقوات العراقية لا تلسين سيدتي ايضا هناك غرب الانبارة وقائم عانا وهناك الحويجة والشرقات ايضا تنظيم داعش الآن يعاني من اشطاقات وعاني من انقسامات المعاقل من معركة المعقل باضافة الى المساعدات فرنسا امس اعلنت عن تقديم ملايين 4300 يورو اعتقد للعراق بعد الاموال التي صرفها على مكافحة الارهاب ولإعادة الاعمار نعم هذه الحقيقة الصفحة المقبلة حتى يتم اكمال الوجه الآخر من النصر وهو اعادة الاعمار واعادة النازحين الى مناطقهم وهذه بحذة تحتاج الى جهود كبيرة وتحتاج الى جهود ليست فقط محلية عراقية وانها اقليمية ودولية ومجتمع دولي نحتاج الى هذه الجهود لعادة وتكون الاولوية والاسبقية لعادة النازحين الى هذه المدن واعمارها وهي مهمة صعبة ومهمة طويلة اما من ناحية سهولة المعاركة القادمة نعم هي سوف لن تكون بصعوبة معركات الموسر ولكن سيدتي دائما في الحسابات العسكرية ونحن عسكر دائما عندما نخطط ونخطط لأسوأ الاحتمالات وليس لأفضل الاحتمالات لأنه عندما ننظر أسوأ لنخطط مثلا إذا كان تنظيم داعش يمتلك خيارات أربع أو خمس خيارات للدفاع عن المدينة أو القتال نتوقع هناك خيار خامس وسادس وسابع لديه إذن نحن نخطط دائما لأسوأ الاحتمالات حتى تتمكن القوات وتجاوز المباغة من قبل تنظيم داعش ومفاجأة القوات العراقية هو استخدم كافة تكتيكاته في الموصل من انغماسين انتحاريين إلى عملية القانص إلى استخدامه للأنفاق العجلات المفخخة العامل البشر الذي اتخذه كدرأ تجاه القوات العراقية في معركة تلعفة رحة الدروس التي شاهدناها وأن المدينة لا يوجد فيها سكان استطاعت القوات العراقية من فتح ممرات واستطاعت من أفراغ المدينة من سكانها علم أن الكثافة أقل بقليل بكثير من الموصل هي لا تتجاوز العشر تالاف ولهذا عندما حيدت هذه الورقة التي كان يستخدمها تنظيم داعش استطاعت الاندفاع داخل تلعفة دائما المخطط العسكري يخطط سيتهي لأسوأ الاحتمالات لأنه مفاجآت الحرب دائما كثيرة أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات شكرا ترجمة نانسي قنقر